إذن نعود مرة أخرى للسيد صفوان الوضع في خرسون خطير جدا بالنسبة للجيش الروس اليوم يتحدث عن عشرات الألاف المحاصرين داخل خرسون من الجنود الروس يعني من وجهة نظرك ما الأسباب التي دفعت بوتين بإلقاء هذه الأعداد المهولة إلى الجحيم بهذا الشكل في خرسون عقيدة الجيش الروسي ما بهمه كم يموت من الجنود نهائيا وهذا نعرفه قديما وهذا أصلا شيء وراسي من أيام العصر الامبراطوري حقيقة مو بس من أيام الجيش الأحمر هذا قديم أنه ما بيهتم لعدد الضحايا وللأسف الشديد كثير من الناس بيموتوا بمعارك اللي بيتخوضها روسيا ولا بيهتم بخسائر الطرف الأخر كمان سياسة الأرض المحروقة اللي بيتبعوها لا بيهتم بالأرواح البشرية لا عنده ولا عند عدوه وبالتالي هذا عادي بل لكن أنا لا أرى أنه روسيا سوف تترك جنودها ما بعد النهر لا سوف تسحب هذه الجنود ولكن تنتظر أي وساطة مفاوضات لتسحب الجنود لأنه يبدو أخذت قرار بناء على المعلومات لأنه عن التحصينات الدفاعية اللي مساويتها على الضفة الأخرى من النهر هي لن تحارب غربي نهر الدنيبر أبدا وسوف تعتقد روسيا أنه ممكن أوكرانيا وداعميها الغربيين يقبلوا بتواجد دائم لروسيا شرق النهر وبالتالي بتعتقد أنه هي فيه الداري فشلة باتفاق من هذا النهر حتى لو جنود الروس في موقف ضعف يعني روسيا اليوم في موقف ضعف لا تستطيع أن تملي شروط في المفاوضات نعم ولكن لا تنسى أنه الطرف الآخر ما بده روسيا تتفتت وتوقع فريسي بتم الصين وبالتالي بده روسيا تنسحب ولكن تحافظ على تماسك يكفي لأن لا تكون عملية احتواء غربية هذا احتواء شامل لروسيا وكل الدلائل بتقول أنه روسيا جاهزة للقبول بهذه المفاوضات ولكن الأوكرانيين غير قابلين لأنه بيعتبروا أي مفاوضات والروس لسه مصرين للاحتفاظ بكمية كبيرة من الأراضي الأوكرانية يعني لو أنه انسحبوا من خريسون ومن زبروتيا كل نهائيا ممكن التفاوض على شكل الحكم بالدومباس أما الولايتين الجنوبيتين هدول فهن مهمين جدا لأنه فيهم مصانع مهمة وفيهم إطلالة على البحر كتير مهمة وفيهم دليل ممكن تقدموا الحكومة الأوكرانية لشعبه أنه هذه الحرب كانت مجدية وما فرطنا بأراضينا إذن الطرفين عنده الرغبة بالدخول بمفاوضات لأنه الحرب استنزفت الطرفين الحقيقة ولكن الشعب الأوكراني أقدر على الصمود من القيادة الروسية اللي بدأ أنه هي ممكن أنه تنهار بأي لحظة والغرب ما بده إياها تنهار لأنه خشية أنه تستخدم أسلحة كيمياوية كيمياوية أو أسلحة نووية تكتيكية عم تهدد باستخدامها هناك نقطة مهمة جدا سيد صفوان فيما يتعلق بالخسائر المهولة لروسيا في أوكرانيا وهي تتكبل خسائر بشكل يومي وقلت ذكرت قبل قليل أنه لا تهتم بهذا ولا تعبى به لكن كيف يبرد بوتين هذا إلى المجتمع الروسي أنه غير معني بهذا أنا قلت من البداية أنه أصبح حاليا في عنا انشقاق بالنخبة السياسية بالنخبة العسكرية وبالنخبة الثقافية يعني في ناس كانوا عما يعتقدوا أنه هذه الحرب ضرورية من أجل استعادة الكرامة المهدورة بعد تفتت الاتحاد السوفيتي وتعامل الغرب مع الاتحاد الروسي على أنه من سقط المتاع أو من دولة غير مهمة وكان هذا الرأي تقريبا سائد عند النخبة جزء منيح من النخبة في شوي من النخبة الليبرالية كانت عبتقول لا المشاكل اللي نحن فيها سبب سوء الإدارة اللي موجودة عندنا نحن كروس وفي ناس حبوا يعلقوا مشاكلهم على الغرب أنه الغرب هو استهدف النظام الروسي وبالتالي أدى إلى إهانته بهذا الشكل إذن هننا انقسام بالنخبة الثقافية بالنخبة السياسية واضح نحن عندنا حاليا أنه لا رأي يعلو على رأي المعركة يعني إذا شفنا لاحظنا كيف يتعامل بوتين مع رئيس استخباراته ببداية الحرب لأنه حب يعطيه رأي مخالف هذا تعمم على مستوى الإعلام على مستوى الصحافة ما في عندنا حرية صحافة وكل شي بيشكك بأهداف الحرب ممكن يتعرض لزجن 15 سنة عشرات بالمئات الشباب من الناشطين هربوا غير المئات اللي هربوا نتيجة التجنيد المانون مقتنعين فيه إذن روسيا أصبحت بوضع هي بحاجة لأنه تلتقط أنفاسها بهدنة وهدنة طويلة مشان على الأقل تحسن القيادة الحالية تقول أنه التفريط اللي ساوته يوازي المرابح اللي حصلت عليها وإذا استمرت الخسائر أكتر من هيك سوف تتفتت هذه المرابح طيب